السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم كديري مع الصحة نتمنى ان شاء الله اليوم تكونوا ان شاء الله في احسن احوال اليوم جيتكم بوحد الوصفة زوينة بالساف عجيبة سحرية كتخلي البوطة توليك تشعل من الاوساخ اللي كتفونا كتكونوا عارفين مع الطياب وذك الشي كتراكم في البوطة دياننا وان شاء الله غتشوفوا معي طريقة الاستعمال كيفاش غدين نديروا لها وراء البناترا لاجه حمية في المياه انا كنديرها دائما وعدنا غير مكوينين فقط غير خمارة واحدة واي السابون عدنا نغسله بين الماء اي واحد كما كان شكل ديانه ماشي مشكلة انتو ما بقوا معي وانتو ما غنوريكم طريقة الاستعمال غنحتاجوا طاسة صغيرة يكون فيها شوية ديال الماء نديروا فالخمارة دياننا نخوها نديروا فالصابون ستتبعوا تتبعوا بها الطريقة تنطرفوهم زيان تطرفوهم زيان كي نساجموا لاناسر الجوش بحلقة بحلقة فقط ننهزو البطاة كيف ستبعوا طريقة الاستعمال استعمال هذه الريوصة البيطة تأكدوا البناس هذه الوصفة ستعجبكم و ستجدونها البيطة سنشاركها معكم اليوم حتى اي شخص يلقى لها الحل من المعد ما حيضنا الريوصة سنأخذ مشوار كوزينة سنضروا هنا في هذه الخوية لماذا ستجدون البلاسة لكي لا يصل لها الماء حلق على قبل البلاسة لكي لا يدخل لنا البطل لكي لا تدخل لنا بسبب الحموم في الأواني لكي لا يصل لها الماء نكمل البطل كاملة من بعد ما ستجدنا هذه الخوية في البطل نشاركها لكي لا تدخل الماء لكي لا تدخل لكي لا تدخل نشارك العناصر كلها بالبطل للكي ترطيب نحن لامن 10 دقيق وننحن كاء طريق من بعد 10 دقائق نأخذ جيكس دينا هذه جيكسة البنات رزوية أحسن من الجيكس العادي كي تلق لنا ذاك شي هذي أحسن كنهروها في هذه الطاسة دينا اللي بقى فيها من البرودوي صافوك نحكو دافا بسم الله نحكو بهالطريقة البناتس شوفوا البناتس شوف الشيف اللور كي كانوا كي ولا رضغية يخرج لنب وحطة طريقة الثوية ونتمحنوش معه هانتم من المناتس شتي ونشاء الله فراء هاد الوصفة هاده هاته 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 تعجبكم وغاتبالو تمعتامدي هنا عندكم في كزينه دينا وانتمنى انشاء الله هاد الفيديو دينا يعجبكم ان شاء الله أنا را ادأكم معاكم دقة دقة بشتش معايا اكشي على عينيكم هانتم من المناتسوا هاي غير البداية يشكون البنات البطن يجب أن تجعل هذه الوصفة رسيح ريال بوطا لا تجعل البوطا تتعاني من هذه المشكلة التي يكون فيها سوف ندرز دعبة الأخرى ديارتها أنا بديت الحكام أتمنى تصويري بالكم الشيكي ولات لا تجعلك تمحني نهائيا مع الحكام بردت الحكام سوف ندرز دعبة الأخرى لا تجعل ذلك تم تكليل منذ ذلك سوف ندرز نحن ندرز هذا المنزل لكي ندرز سوف ندرز ندرز نضغيخ الكثير من النجاح نضغيخ الناس ونضغيخ نضغيخ لانه نضغيخ سوف نضيف البطاة كاملة ونمسحها و في الاخر سوف نرى كيف يلات سوف نضيف البطاة في المياه سوف نضيف البطاة يشوي الاخرسة ونجعل البنات ربع ساعة بحقاك ومن بعد نشفوهم صافر وذلك الحمومة لا يمكن تطلق لنا نهائيا في المعين ديالنا يلا البنات احنا وصلنا دبا نهاية الفيديو كنتمنى هذا الفيديو لإعجاب ديالكم وكنتمنى تشاركوا معي في القناة ديالي باللايك والابوني والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي وكنتمنى هاد الوصفة دي لتلقى لإعجاب ديالكم شكرا شكرا شكرا